بتوجيهات من سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة تقرر تأجيل كأس جلالة الملك المفدل للقدرة إلى إشعار آخر وذلك بسبب الظروف الجوية التي تمر بها المملكة إلى ذلك قال سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة أن ظروف الجوية التي مرت بها البحرين خلال الأيام الماضية وتساقط كمية كبيرة من أمطار الخير على البلاد جعل من الصعوبة إقامة منافسة كأس جلالة الملك للقدرة وأشار سموه إلى أنه تم اتخاذ قرار التأجيل بناء على التقارير الميدانية التي رفعها الجهاز الفني بالاتحاد الملكي للفروسية وسبقات القدرة والفريق الملكي والتي تم من خلالها التأكيد على صعوبة إقامة السباق في ظل تأثر المسارات بالأمطار حيث أصبحت الأرضية طينية بالإضافة إلى أن وفد من مدرب الإصطابلات المحلية وإصطابلات دولة الإمارات العربية المتحدة قد قاموا بزيارة إلى قارية البحرين الدولية للقدرة ومسارات السباق وقد رفعوا تقليرا آخر إلى الاتحاد لوجود مخاطر على الجهاز والفرسان نظرا لعدم صلاحية أرضية المسار لإقامة السباق هذا وتبع سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة أن السباق تأجل إلى إشعار آخر وسيعقل الاتحاد اجتماعا من أجل تحديد الموعد الجديد لإقامة الكأس الغالية ونحن نثمن عاليا الجهود التي قام بها المدربين والفرسان من البحرين وخارجها من أجل المشاركة في هذا السباق كما نعرب عن تقديرنا إلى الأطقم الإعلامية والقنوات التلفزيونية من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة التي حرصت على التجهيز لنقل السباق وإبرازه بصورة متميزة ترجمة نانسي قنقر